موسيقى ما بين الحال والحال جوه يا ألف سؤال قدامي ألف طريق وتعب تمتر حال بمشي شمال ويمين ألاقي ناس تايمين بيدوروا ور لسؤالي مش عارفين وهلبنا حيرانة في غربة وخدانة والدنيا السيبة وإحنا فيه موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وإنت في رحلتك من الشتات إلى اليقين محتاج تكون بصير في رؤيتك لربنا مين هو ربنا بالنسبة لك ومحتاج تراجع مجموعة حقائق ترسخ بيها قوة اتصالك وعقدتك في مولاك سبحانه وتعالى وأنا النهاردة هشارك معاك مجموعة حقائق تنقلك من الشتات لليقين في اعتقادك في الله الحقيقة الأولانية هل عندك إجابة على سؤال هل إلهك اللي بتعبده هو ربك واحدة واحدة الإله هل إلهك هو ربنا بالنسبة لك الإله هو الذي يعبد وإنت بتعبد ربنا صلي طلع عمرة بتزكي دي عبادة الله بس لحظة واحدة هل إنت متخذ الله رب ولا الحتة دي ساعات بتتهز يعني إيه رب يعني الذي خلق وملك ودبر الأمر والأرزاق هو كده بالنسبة لك ولا ساعات بتحصل أحداث بتشتتك وتبقى عايز تراجع المعتقد ده كانوا بيقولوا على ربنا خالق بلا حاجة ما عندوش مصلحة من الخلق رازق بلا مؤنة ما عندوش قوضة كده بيجيب منها الرزق وبعدين بتفضى بيحتاج يملاها رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما بيخافش من حض ربنا سبحانه وتعالى وما عندوش مشقة عشان يبعثنا كلنا يوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا رد لفضله ولا نعمته ولا يكون في ملكه إلا ما أراد رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى ولا معقبة لحكمه يعني إيه لا معقبة لحكمه يعني محدش بيراجع على ربنا فيقول له يا رب ده كان الصح وده كان الغلط فيرجعوا بيراجع ربك هل الكام صفة اللي قلتهم لحضرتك دول بجد راسخين لا شتات فيهم فقلبك تجاه ربنا ولا ساعات بيحصل أزمة أو هزة على المستوى الشخصي أو على المستوى الأمم والأحداث والشر اللي ممكن قلبك يلقطه بيحصل في الدنيا فتقوله هو ليه ربنا بيعمل كده وازاي ربنا سامح بكده هو ليه ربنا أخر الموضوع ده هو ليه ربنا سايب فلان ده وليه رزقهم هما ما يستهلوش بالنسبة التفكيري وكأني في لقطة من اللقطات كده محتاج أراجع وأرحل من شتاتي إلى اليقين هو ربنا ربنا ولا سعب أتهز في الموضوع ده واحتاج إن حد يدافع لي عن ربنا عشان أقول خلاص أنا راضي الحمد لله رضيت بالله يا رب وخد بالك ده سر طرد إبليس بيقول له ربنا أأسجد لمن خلقت طينا سؤال استنكاري كأن المفروض تجيله الإجابة لا خلاص ما تسجدش أنت من نار وهو من طين بيعقب على ربنا وده سر كفر إبليس كأن الأمر طلع غلط يقول له ربنا لم أكل لأسجد لبشر خلقتني من نار وخلقته من طين كأن الأمر ده طلع غلط والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أنت راسخ هنا ولا في شتات بحيث لما يحصل حاجة أنت مش متوقعها من أمر الله في قدر الله محتاج تراجع أن الله اللي بتعبده هو الرب ولا أنت في مرحلة اليقين راجع حتى تكون بصير في علاقتك بربك إدراك فكرة الرب تحديداً كانت من وقعة أن والدي توفن وأنا صغيري إنه فعلاً أنا حتى غير دوقتي بقول للمراتي يعني إنه إيه؟ إنه شعور إنه الأب يموت بالناس بقى لأنك طفل يعني عامل زي إيه إنه إنت كنت في بيت في أربع حيطان فجأة حيطك كسرت بقت بتدخل هوى وطراب وفي ناس شايفاك من برد إنه دايماً إحساس إنه أعرف يعني ممكن يكون الإحساس مش مضر أو إن فيه سنت مكشوف من بر يعني وفيه برد دايماً وفيه يعني كده لغاية النهاردة بحسة زي الإحساس بس بس أعتقد إن هي دي من أكتر الحاجات اللي دفعتني إن أنا أستكشف إزاي ربنا هو رب فعلاً هفضل أقول لك في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى إن فيه معاني بتشتت البني آدم وفيه معاني بتخده من الشتات لليقين على رأس المعاني دي إن العقل غير مصمم وغير مخلوق لسؤال ليه لربنا إنما مصمم ومخلوق لسؤال إيه اللي ربنا يحب منك في الموقف ده كل بني آدم في رحلة حياته في مواقف في المنع والعطاء ربك يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسط العطاء المادي أو المعنوي ده اختصاص الإله قدر العطاء أو قبض العطاء والله يقبض ويبسط يعني قلة العطاء إلا بالنسبة لدماغنا احنا وحساباتنا ده برضو قدر واختصاص إلهي وشوف ربك يختم الآية إزاي دي مشيئة ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليه بيعمل كده سبحانه وتعالى وساعات ربنا يكشف بعض الحكم ويقول ولو بسط الله الرزق لعباده يعني لو كل حد أخت في كل وقت كل اللي هو عايزه فبقت الدنيا كلها بسط يعني عطاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خبير بصير يعلمك من جوه ومن بره يعلم أفعالك ويعلم أحوالك علشان كده الرزق بينزل بالأنسب وبالتالي يا صديقي على وجه اليقين عشان علاقتك تبقى ساكنة وثابتة ما تقولوش ليه عملت كده ليه لأنه هو قالك السؤال ده مش مناسب أنا اللي رأشوف ربك يقولك كده أنا اللي خلقتك ألا يعلم من خلق وهو بعلمه فيك بيقولك ما تسألش السؤال ده قالها فين؟ قال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون في وقت البسط وانت موسع علي أعمل إيه؟ وفي وقت القبض لو في عندي أزمة نفسية أو أزمة مالية أو شيء في الكون أنا شايفه شر مش قادر أفسره أعمل إيه؟ فييجي سيدنا النبي شوف التكامل بقى اللي ينقلك من الشتات لليقين ما بين القرآن والسنة يقولك عجبا لأمر المؤمن يعني شيء عجيب شيء جميل يعني التعجب ده من استحسان النبي الأحوال المؤمنين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر التزم أعمل يا رب في السراء أشكر ودوق اللي حولك من الخير ده حضر يا رب وإن أصابته ضراء صبر صبر يعني ما تحولش الصبر هو ثبات الحال رغم تغير الأحوال في السراء كان بيحب ربنا وفي الضراء ما تحولش لسه بيحب ربنا رغم أن الأحوال تغيرت لكن حاله ثابت ثابت الحال رغم تغير الأحوال وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لأن الأقدار ماشي عليه ومعندوش تنازع مع الإله ليه عملت كده إنما بصص في ورقته بصص في طبقه أعمل إيه يا رب في الموضوع ده ربك يعلمه ويفهمه وتخلص الأزمة وربنا راضي عنه ويرزق العوض والقرب منه سبحانه وتعالى فعشان تكون بصير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى العقل غير مصمم وغير مخلوق لمحاكمة الإله بسؤال ليه؟ إنما العقل خلق ليسأل ربه إيه؟ ماذا أفعل في كل قدر يا ملك الملوك؟ ما بين الحال والحال جوا يا ألف سؤال قدامي ألف طريق وتعدم الترحال أنا برجع دايماً لفكرة هو الدنيا دي إيه؟ أصلاً الدنيا دي إيه؟ نهايتها إيه؟ الهدف منها إيه؟ لأن كل التعب اللي فيها كل المقاس اللي فيها ما هو في الآخر برضو عنا ننتهي بإن إحنا كلنا هموت وإن كل دا حيافنا في الآخر فتحس إن مثلاً لما تشوف كوارث في العالم أو الناس بتتقتل أو الناس بتشاردك عندنا كلهم طب ما هو في الآخر برضو إحنا نهايتنا إيه؟ يعني هدف الرحلة من الآخر بتاعتنا إيه؟ ولا حاجة في رحلتك أيها البصير من الشتات إلى اليقين أمر ربنا بالنسبالك لازم تبصله بالنظرة السليمة نظرة إيه؟ نظرة إن ربنا ملوش غرض من أوامره الله ملوش مصلحة يقولك العلاقات وين وين لما نتعامل أنا وإنت مع بعض في الأخذ والعطى إحنا اللي اتنين نكسب الله مش كده الله إنت بس اللي بتكسب إش تلاقي حد يحبك لذاتك ويبقى كل طلباته ليك مش ليه إلا الله سبحانه وتعالى ما أمرك إلا لك وما بتلاك إلا لك حتى عشان مصلحتك وبالتالي إنت تسأل نفسك سؤال هو نفهم حكمة ربنا الأول من الأمر فامتثل ولا امتثل لأمر الله وبعدين حكى لي حكمة رضا ونعمة ما حكاش يبقى أكيد فيها خير مش ربنا لأمر ما هو ربنا ملوش غرض وملوش مصلح على وجه اليقين وخليني أقولك كده إيه؟ إيه حكاية الدين وليه ربنا بيأمرنا وينهانا ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير اللي خلقك وقال عنك لما خلقك ألا يعلمه من خلق وهو اللطيف الخبير خبير بيك فلطف بيك فأوامره ما أمركش بأوامر كما يليق بيه ما نتعب إن إحنا نعبد ربنا عبادة تليق بربنا لا هو أمرك أوامر علشان يساعدك تصلح حياتك إنت في الدنيا هنا في نصايح نزلة من اللي خلقها وخلقك في الأربع حاجات المهمين في حياتك إنت عبارة عن روح سر كده محدش يعرفه يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما قوتيته من العلم إلا قليلة إنسان لما بيموت مفيش دخان كده بس لم بيطلع منه ولا حاجة سر جوانا سر حياتنا وعندك نفس اللي فيها الزعل وفيها الفرحة وعندك جسم تصالب طولك كده وعندك عقل اللي بيه بتفكر وتقارن ما بين الاختيارات وتاخد قرار تندم عليه أو تجني ثمرته فالروح والجسم والنفس والعقل دول الدين نزل عشان ربنا ينصحك تحافظ عليهم إزاي لا تعيش متطم من كسبان فقال لك مثلا في الجسم وكله واشربه ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين وقال لك الحلال من الأكل اللي هو أغلب المأكلات اللي قدامك وقال لك بس بلاش بعض الحاجات حرام في الأكل عندنا فلما شاور على الحرام ده مشان بيبخل عليك إنك متاكلش من ده عشان ده يأذيك فالحرام عند الله سبحانه وتعالى في الأكل والشرب هو اللي يأذي الجسم اللي هو خلقه فهي نصيحة خبير إزاي تحافظ علي جسمك مش بيفرض عليك حاجة عشان مصلحة عنه فده الدين المرتبط بالحرام والحلال في الجسم وبعدين قال لك خد بالك فيه شهوات في جسمك لو عملتها بطريقة غلط تضلمك وتندمك وتجيب لك الفقر فعمل الشهوات دي بالطريقة اللي حكي لك عليها عشان أنا اللي خلقتك ويجي ربنا عند النفس انت عارف النفس دي بتاكل إيه؟ بتاكل تأدير واحترام يقولك المسلم اللي بيحترم الناس ومش بيأذيهم عشان يحميك انت فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده واللي يوعدك ويغضر بيك فيكسر نفسيتك ده بيضيع دينه فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هو حضرتك بتهدد التهديد الكبير ده ليه؟ عشان يحميك فلما وعدك أوفي معاك ولما يبقى فيه أي ارتباط ما بيننا الناس متجوزة شركاء العمل أرابة يبقى فيه أمانة مش غدر كل ده عشان يحمي نفسيتك انها ما تتكسرش وخطرك يفضل دايما مجبور فالدين في الحرام والحلال في الأخلاق عشان نفسيتك انت وكل البشرية اللي جنبك ويجي ربنا عند العقل ويقولك اتعلم دعوة النبي اللي كان بيدعيها وقل رب يزدني علما فيأمرك بطلب العلم وبعدين يحرم عليك المخدرات والخمرة عشان بتذهب العقل الخمر ما يخامر يعني يغطي ويخليها من أكبر الكبائل عشان في الآخر عقلك يفضل دايما حاضر ومتهزقش نفسك لو سكرت وتبقى كده ايه متطوح كده ولا عقلك يغيب عن رسائل ربك اللي كلها عناية ورعاية فانت دايما حاضر مع الله سبحانه وتعالى ويجي عند الروح اللي أنا وانت ما نفهمهاش يقولك ما تكنش إلا وصل مع الله connection يقولك واستعينه بالصبر والصلاة أيوة خلي فيه وصل مع الله هتبقى هالوع خواف لو ما بتصليش إن الإنسانة خلقة هالوعة يعني عنده إكستريم في الخوف إكستريم في الفرحة لدرجة إنه لما يفرح بالنعمة يخاف تضيع منه يحصل له حاجة غريبة كده لما يفرح قوي وهو روحه مش متزنة إن الإنسانة خلقة هالوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون دايمومة الوصل مع ربنا بتسكن الروح فتعرف تسيطر على مشاعرك إيه دا كله؟ دا الدين دا أمر ربنا إلا ملوش فيه أي مصلحة فرحل من الشتات إلى اليقين في علاقتك بأوامر الله استجب وقول سمعنا وأطعنا ولما تأثر قل له غفرانك ربنا وإليك المصير لكن لا تشترط إن كل أمر من ربنا تبقى فاهم حكمته لأن ربك لا يوضع في اختبار لو أنا هكلم حد على فكرة أن الدنيا متستهلش إيه؟ أحب الأول أطمنه ربنا فيه؟ ليه؟ لأنه مثلا لو أنا قلقان على فلوس مثلا وأنا مش عارف إن فيه ربنا متكفل بريزي وإن أنا مطلوب من السعي فقط وإن توفقة السعي دي هتيجي على حسب ربنا عايز إيه؟ ساعتها يعرف ما يقلقش إن الدنيا مش مستهل هذا اللي هو بيعمل السعي ما دارش أقوله الدنيا مش مستهله مثلا أنك تتعب صحتك قوي عشان مثلا حاجة بتجي وراها من غير ما طمنه إن فيه حد فعلا شاهل حاجة زيك لأن أنا لو رحت قلت له والله الدنيا مستهلش كذا كذا أقول له آه طبعا ما أنت قاعد مرتاح ومش عارف إيه والكلام ده كله كذا 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 بس هو مثلا ما يعرفش وإن شاء الله يعني أسأل الله إن هو إن الفقر مش حاجة حلوة أسأل الله ربنا ما يختبرنيش فيها إن شاء الله ولو عايز أنا مؤمن ومسلم أربع أركان يا بصير في علاقتك الراسخة بالله سبحانه وتعالى قذها كده حقيقة على وجه اليقين أربعة التعرف عليه المسارعة إلى طاعته الرضا بقدره والرجوع دوما إليه واحدة واحدة هقولك على الأربعة شون تبقى ماشي في طريقة لربنا سبحانه وتعالى في علاقة قوية راسخة أول حاجة أنت محتاج ليل نهار طول مروحك فيك أنت بتتعرف على ربنا يعني إيه بتعرف بأشاهد ربنا وهو بيعملني بصفاته فأنا من أول ما بصحى الصبح وأنا فيه مدد بينزل من ربنا بيكرمني بلؤمة علشان أكلها لأنه الرزاق فأنا وأنا ببص على اللؤمة كده بشوف المقيت المقيت من القوت قوتي ده بإيه ربنا سبحانه وتعالى البذرة اللي ترامت الميتة دي اللي لو تثابت تبقى ميتة اللي ترامت في الأرض الميتة ونزرع عليها المية كل دي في عرف البشر جمادات لكن كل ده على بعضه طلع نبات أكلني وشبعني المقيت الرزاق لازم أشوف ده ولكن مش بشوفه هنا أنا شايف بعناي عيون وشي الأكل لكن قلبي البصير شايف الرزاق فأنت محتاج تتعرف على الله في كل ذرة وكل لحظة بعين قلبك بالبصيرة لأن عينيك شايف النعمة وقلبك لازم يشوف المنعم الكريم فده أول ركن من أركان العلاقة الراسخة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمه أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه يبقى السماوات والأرض واللي بيحصل ما بينهم من أحداث لأعلم عشان أتعرف على الله أنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علمه فإحنا تخلقنا عشان نعرف ربنا ثم نعبده بعد ما نعرفه رقم اتنين مسارعة المسارعة إليه بالطاعة اللي بينده عليك في الصلاة ده مش المؤدن عم فلان اللي بيقدن في المسجد ده منادي ربنا اللي بيعزمك ويدعوك للقاء مش واحد صاحبك بيعزمك ممكن تروح وممكن ما تروحش ده إحنا حقنا على بعض لما تعزمني ونقدر أجيلك ومكسرش بخطرك فما بالك لما الدعوة تبقى من الكبير عشان كده أنت بعد الأدان بتقول هو في دعوة أعظم ولا أتم من ديه ربنا طالب يقابلني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة اللي بيني وبين ربنا القائمة عشان هو سبحانه وتعالى اللي باقي علي هو اللي بينده علي أنا لو عليها هتشغل وهو اللي بينده علي كل مرة والصلاة القائمة صلة قائمة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى فسارع إلى الطاعة لما تسمع النداء سارع للزكاة لو عندك زكاة لازم تطلع سارع سارع ما تتباطأش انت اللي محتاج رقم ثلاثة الرضا بقدره أيوة في أحداث بتحصل مش على هواية لو كل حدث مش على هواية حصل زعلك من ربنا كلمة دي بقينا نسمعها كتير في الجيل بتاعنا زعلان من ربنا كأن إيه يعني إيه زي يعني إيه حد من أصحابنا كده زعلان من ده ربنا ربنا العبد عبد والرب رب هناك ثارق بين المخلوق والخالق فسيدنا يعقوب وجاءوا على قميصه بدم كذب لما ضحكوا عليه وكذبوا عليه وقالوا له إن سيدنا يوسف أكلوا الديب وجاءوا على قميصه بدم كذب هو عارف إن هم كدبين بس ما عندوش ديل دلوقت قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعانوا على ما تصفون حاجة بتحصل على خلاف ده هيتفرق بينه وبين ابنه لكن ربنا يقدرني لغاية ما يردهولي والصبر على قدر الله والرضا بيه آخر حاجة دوام الرجوع ربنا الحنان خلى النبي الحنين يقولك أنا وإنت كلنا خطائين وربنا راضي بنا كده كله ابن آدم خطاء بس ما ختمش الحديث كده قالك وخير الخطائين التوابون يبقى أنا وإنت عملنا أخطاء كتير النهار لأن إحنا خطائين بصدق كلام النبي يبقى لازم نكون توابين إن الله يحب التوابين الله ده بيحب الناس اللي بترجع كتير إزاي ما يبقاش يبقى هو بيحب حاجة وما تبقاش في طبعي إن بتوب وباستغفر كتير أخبار وردك إيه في الاستغفار استغفر الله كل يوم مية وامتين وآلف فدي أركان العلاقة الثابتة الراسخة مع الله خذها بلا شتات على وجه اليقين وخليك بصير ببناء العلاقة دي دوام التعرف عليه المسارعة إلى طاعته الرضا بأقداره ثم دوام الرجوع إليه اللهم يا رب يا كريم املأ قلوبنا بتعظيمك واجعل عملنا كله سبيلا لمرضاتك اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الغفلة والإعراض عنك واجعلنا من المنيبين إليك والطف بنا في تيسير كل عسير يا عليم يا خبير وصل اللهم وسلم وبارك على من عرفنا عليك ووصلنا إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله ما بين الحال والحال جوه يا ألف سؤال قدامي ألف طارق وتعدم الترحال بمشيش مال ويمين ألاقي ناس تاينين بيدوروا وعرط لسؤالي مش عارفين وإلقنا حيرانا في غربة وقتانا والدنيا السيبانا وإحنا فيهم سيدين رحلة وينيها معاك ومن ما شوفنا كتين هو طارق وينيها معاك ويقول لنا وصير لكن هلوصا فيه والدنيا شل العين وإلا ربك ترجمة نانسي قنقر